كان في شريعة الرب اللي هون الضمير النموس الطبيعة الداخلة اللي الله وضعه في داخل الإنسان يعرف يميز بين الخير والشر بين الظلمة وبين النور فالله دايما بيعطي التحذير الزمني قبل فعل أي شيء ومن خلال هذا التحذير ربقى لإبراهيم هذه العبارة لأنه كأس أو إثم الأموريين لم يكتمل ما اكتمل فإذن بعد فيه يعني الخطيئة من يخطئ يخطئ أكتر لكن اللي عاوز مش عاوز يتوب رح يتمرد أكتر رح يعصى على الله وهذا ما نشوفه أحباء بشكل واضح أنه حاش لي أن الأمة التي تخطئ عني أبيدها عن وجه الأرض النفس التي تخطئ موتا تموت مع أنه الله لا يصر بموت الشرير إلا أن يرجع عن طريقه أن يتوب يآمن بالرب فإرادة الله أنه لا يصر بموت الشرير فالله يعطي الفرصة الزمنية فدائما قبل أي دينونة كان فيه تحذير كان فيه انزار